بمناسبة لعيبة الأهلي خليني أعرف معك شوي على فترة التوقف يعني إحنا ده تاني توقف الحقيقة المسابقة مش منتظمة لحد كبير بسبب التباطات المنتخب الوطني تصفيات كاس عالم بعدين كاس عرب عندك كاس أمم أفريقيا الكورف ده البداية القوية للنادي الأهلي من وجهة نظرك شانا حافظ على المستوى على الانسجام على اللياقة إزاي ميسر موسيماني يشتغل مع التوقفات الطويلة ده وإزاي ده ما يقصرش على مستوى اللعيبة سلبا طيب خلينا نتفق أن أسوأ فترة التوقف عدت علينا هي الفترة دي الفترة اللي بدأت لكاس العرب النادي الأهلي النادي الأهلي ماشي بخطة منتظمة نحو البيك في سعود عندها تانية مثلا الزمالك هيستفيد جدا 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 بالتوقف ده جدا يعني النادي الأهلي هو الأكثر تضرورا من توقف النادي زي الإسماعيل هيستفيد جدا من فترة التوقف دي في فرقة كتيرة هتستفيد الفرقة اللي هي بتعاني بتعاني في البدايات إنما دلوقتي النادي الأهلي هو أكثر فرقة متضررة لأن الأهلي ماشي بخطة سبت أنت ست متشاط بتحسي فيهم منتشر هدف يمكن التوقف الدولي بتاع البطولة بتاع التسفاكس ده توقف عادي 12 يوم 13 يوم مش قصة كبيرة إنما تقنقف شهر أو 25 و 22 أول ماتش يوم 22 أول ماتش يوم 22 حسب الـ 21 أو 22 تمام وماتش ثاني وبعدين تقنقف المسابقة تاني ماشي بس أنا اللي أنا عايز أقوله النادي الأهلي كان ماشي بخطة ثابتة. فأنت التواقف بتاعك ده يرجعك مش لنقطة السفر ولكنه يرجعك 30% كده كده. إنت لما بتقعد 6 يام راحة الأهلي واخد 6 يام راحة دي بتقلل من الناحية البدنية لأي حد من 15% لـ 25% ده أرقام أكتر من 14 يوم بتبتدي تفيد 70%. أكتر من 14 يوم بتخش على 90%. فإحنا خلينا نتكلم أن أنت أول حاجة هتعملها في 30% اللي هيقع منك أو الـ 25% اللي هيقع منك في خلال الأسبوع الراحة ده أن أنت تبتدي تشتغل بدني. اللعيب بيزهق من البدن. خلي بك. حاجة طبيعية اللعيب بيزهق بدني بيبقى زهق مرهق. التأسيمة ده موتعة. طبيعي بيحب كور يلعب كور يتمتع. فأنت هتبتدي تاني تشتغل بدني وبعد البدني ترجع تشتغل كور وتلعب مرشاته دي. يعني اللي هم عملوه من شهرين كبداية فترة تعدادها يرجعوا يعملوه تاني. فدي التوقفات الكتيرة رخمة. وبعدين أنا أحسس أسؤالي عنه يعني إيه كلاس العرب أروح ألعبوا بالفرقة؟ مين السعودية راح تلعبوا بالفرقة المنتخب الأولمبي؟ الجزائر بالصف التاني. المغرب بالصف التاني. طب وليه إحنا ما نروحش كمان بالمنتخب الأولمبي وندي أريحية الكابتن شاية وشاو غريب؟ المنتخب الأولمبي كلهم أحسين دلوقت يا كابتن شاية. طيب خلاص. مش هتفرق. يعني يعني أنت عندك مين أولمبي في فرقة الأهلي؟ عندك صلاح محسن وعندك أكرر دوفيق وعندك طرم أحمد طهر. عدوا عدوا كل دول لا. المنتخب الأولمبي الجديد اللي هو كان على كابتن منتخب شاوي. منتخب كابتن شاوي لا 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 منتخب اللي كان أولمبي لا خلاص ما هو ده خلاص بقى كبير دلوقت. لا أنا بكلم ليه ما نروحش ليه نوقف الدور عندنا 22 يوم ولا شاه على كاس العرب وهو يعني مهما طلعنا ونزلنا مش هيفيدنا أوي. وممكن يفيد بس مستر كيروش. آه ما هو إنه يشوف كل اللي عين. ما هو ده الرجل آه. الحاكم بعمره دلوقتي ما أشكر حاكم بعمره. آه يعني. هو حقه. حقه آه. يعني هو حقه. آه. يعني هو حقه. عايز توصل كاس عالم آه. أنا عايز آه. عايز روح. إنما إنما رغم إنه مش مختار يعني يعني فيه غيابات كتيرة جدا مؤثرة جدا سواء من المحليين أو المحترفين عن قايمة المنتخف. فالتجربة مش مكتملة يعني. أنا شايف أن التجربة. لا بس هو هو مختار للعيبة اللي هو عايزها. اسمع بدني بس هو مختار للعيبة يعني ليش حد من بره. أنا مش مختار للعيبة. أنا مش ضد قصدي إنه هو مش مختار للعيبة اللي هو عايزها. بس أنا شايف إنه. فيه إضافات هتحصل. إنه مش دول اللي انت هتلعب بيوم تصفيات تحصل. طبيعي. طبيعي. آه. كل شهر. حد بيتقلق وحد بينزل في المستوى. أيو. ده شيء طبيعي. تخلينا نتفق. يوم ما توصل إن أنت بتلعب مع تونس سنغال لقدر الله يعني بعد الشر أو الجزيرة أو المغرب آه. أنت هتروح للقام الأساسي. تمام. اللي إن شاء الله هيكون جاهز في الوقت ده. إن شاء الله. هو بس يمكن ميزل إنه هو دلوقتي عايز على الفرق. على الناس كلها. عايز تفرج عليهم في موتشات. وانا ممكن اتفرج عليهم في تمرين ويعملوا كل اللي انا عايزه بس في المواتشات بتختلف فينا هينفز هيشتغل طريقتي هيمشي بيا زي ما انا عايز كورته هتبقى عاملة ازاي تحت الضغط الدنيا عاملة ازاي كل ده ممكن يكونوا عايز تفرج على الـ 25 العيب دول اللي اخدهم او 22 العيب ولكن انا شايف ان حرام توقف الدول لان اهم اعداد لمنتخبنا احنا ما عندناش العيبة محترفة كتير اهم اعداد لمنتخبنا هو انتظام الدوري العيب ده اللي بيخلي اللعيبة في مستوى بيعلى انما كل ما الدور ينزل كل ما الدور يوقف كل ما اللعيبة مستوى ينزل وتبته تعلى من حد تاني ده نهيك على ان اللعيبة الدولية بتستهلك حرفيا واللعيبة اللي قاعدة هنا بتاخد راحتها فدي نقطة سلبي عشان كده يعني انا كنت اتمنى انه مايروحش بالصف الاول لمنتخب كنت اتمنى انه يروح بالاولمبي يهي المشكلة ايه السعودية وصل الكاس على خلاص سعودية وصل الكاس على وراح بالصف التاني